فتاة خائفة ستفعل أي شيء الأمر كله يبدأ بصورة واحدة يدفع ثمنها طفلك غالباً في غرفته وحيداً وأنت لا تدري الولايات المتحدة تنشغل اليوم بقصة فتاة أوكلهوما البالغة من العمر 14 عاماً هذه المراهقة التي تخفي السلطات الأمريكية المعلومات الشخصية الخاصة بها وقعت في شرك الابتزاز الإلكتروني رئيس العصابة نفسه كان مراهقاً حين أسس شبكته والآن لا يتعد عمره الثامنة عشر هذا المراهق أجبر الأطفال على إذاء أنفسهم بطريقة وحشية في إحدى غرف الدردشة وأعلى مرأة عدد من المعتدين التابعين لشبكة دولية تستهدف الأطفال والذين تتصعد طلباتهم وقد تصل إلى حد أمر ضحية بقتل نفسها وفق السلطات فإن الشبكة الإجرامية تضم رجالاً في منتصف الأربعينيات من العمر يتصيدون أطفالاً يعانون اضطرابات في الصحة العقلية والنفسية مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة أصدر تحذيراً حدد فيه ثمان مجموعات تستهدف القصر ووفق إحسائية أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي فإن خمسمائة ألف مبتز يمارسون أنشطتهم عبر الإنترنت على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً حول العالم يومياً ولا يدري سوى طفلين من بين عشرة أطفال خطر الابتزاز الإلكتروني قضية فتاة أوكلهوما تعيد تسليط الضوء على الخطر الذي يتربص بأطفالنا من وراء الإنترنت